بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فنتمنى التي يشوفها الفيديو يكون بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله بحول الله وقوته غد نحطه واحد لصفة خاصة بإذن الله الناس اللي عندهم مشاكل في جلب الرزق إن شاء الله بحول الله وقوته غد نحط هذا الوصفة على حسب نسلة البني على حسب الرزق إن شاء الله بحول الله وقوته هنحاول أنني ناخد أورق الغار نشرهم من عند عطار يكونوا مكتابلين ما يكونش فيهم هدك الرقيق يكونوا ورقات صينين غد إن شاء الله ناخد هذا أورق الغار ونجيبهم البيت على أساس جلب الرزق أول حاجة الناس اللي عندهم ديون الناس اللي عندهم قلة المال الناس اللي عندهم العتبة من حوسة الناس اللي عندهم طاقة سلبية من الحسد الناس اللي عندهم ولادهم قلسين بدون عمل الناس اللي البنيات ديالهم ممزوجينش لما رأى ما عنداش الرزق الوافير ديما تتحس براسة انها ديما خاصها الفلوس وخاة تطلب من عند الراجل ما تيعطيهاش لانه تهوى محدود الدخل ولكن احنا عدنا الوليدات قلسين من العمل خاصنا نديره واحد الوسيلة لجلب لجلب المال باش الوليدات يتحركوا يخدموا باش البنيات يتخدموا والام تهي تكون مصرورة الخاطر اذا ونخلصوا الديون ونفرحوا ونسعدوا بغينا نسافروا بغينا نشريوا بغينا يكون عدنا مال اذا تنتمنى ان الناس يدروها بيقين هذا هو الاهم اهم حاجة هي ناخد هدوك الاوراق الغار نقرأ عليهم صورة الواقعة كاملة سيلا ما قدرش انني نقرأ او ما كنت قاريا غادي نحط عليهم البورتابل نحط عليهم البورتابل ونخلي الصوت الواقعة تتقرأ عليهم ولكن ديروا في شيء ناء محكم الغلق ولكن من نكون انا داخل المطبخ تنحاول انني نحيذ الطاقة السلبية كل صباح او كل ظهر ناخد ثلاث ورقات او خمسة او تسعة على حسب اشنو عندك لانك على الاقل تديرها واحد لمدة دي لتسع ايام واحد عشر يوم دي ما الناس تديروها بالجنب دي لهم وتقرأوا عليها ولا الناس اللي دي ما عندهم ركود في المال تيخدموها الطاقة لان طاقة اوراق الغار رائعة في طرد النواحس وتتحيد الحسد وتتزرع الطاقة الايجابية في البيت اذا ناخد اوراق الغار تنقرأوا عليهم صوت الواقعة ونكتبو اي اسم عندي تيجلب الرزق بحال يا رزاق نكتب في ورقة اللولة يا وهاب الله اللي تيوهاب المال وندير يا معطي يا معطي اعطيني سؤلي ونحطهم فوق الغاز انا سنوجد الاكل هما تيحتارقوا وفي نص الوقت ما تيعطوش واحد الريحة سيئة تيعطو ريحة زوينة وفي نص الوقت تتجلبك الطاقة الايجابية اذا اللي عجبتكم الصغر حاولوا تديروها بيقين اللي عجبكم الفيديو خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس لان لايك ديالكم هي اللي ستدعم الفيديو تنتمنى لكم حد سعيد والسلام عليكم اشتركوا في القناة